السلام عليكم طلاب السادس اليوم أريد أشرح لكم هذا التمرين المهم خاف يجيكم بالوزارة فأعلموا تكونون على دراية وفاهمين الموضوع هذا زيان هو شنو هذا فكرته كلمتين نلفظها نفس الشي بس شنو الإملاء مرتها يختف هسا مثلا عندك سان ابن وسان شمس دا شوفوا الاختلاف بحرف بسيط سان ابن سان شمس هاي اليو آر هاي يور يور اختصار أم الفارزة اختصار مال يو آر أصلها يو آر يعني أنت يور هاي معناها تملك معناها مالتك زين ملكك أنت فا دار يعني اب وفار دار يعني أبعد فا دار اب فار دار أبعد ذي آر أيضا اختصار مال ذي وياها بفعل مساعد آر يعني أنتم عندك ذي آر هاي سانان وهي ذي آر ذا وحد هاي اثنيا هن بس وحدا نقول ذي آر يعني تشبه هاي ذي آر ذي آر ذي آر ذي آر هنا معناها يوجد وهنا ايضا ايضا اكو ذي آر بس شنو هاي ضمير التملك يعني مالتهم ذي آر عندك هنا الإتس إتس جتي من إت وإز هاي للجماد نستعمل الإت جماد مفرد وأكو إتس بدون فارزة دائما بدون فارزة معنا ضمير تملك يعني مالتها فمن راح نحلها ستمرين تفتهموه أكثر شون يجيبوه يجيبوه خيارات بين قوسين ينطيق كلمتين وأنت تختار فهسا نحل آن ياكم النقطة الأولى شوفكم شون يجيبوه بالمتحان فراغ is only mom only فقط mom أمي at home في البيت ناو الآن يعني أمي موجودة واحدها بالبيت فينطوك بين قوسين مثل هاي لو هاي ينطوك اثنين ما ينطوك ثلاثة بس نفس اللفظ ينطوك دير لو دير لو دير احنا هاي نستبعد هاي ليش لان هنا عندي إز و هنا اكو آر هاي ما يتوال من تمام هاي ذي آر لا هان عندي إز فعليا المساعد ما يصير عندي هاي ذيار هاي تملك تملك وورا فعل التملك ضمير التملك ما يجيني فعل مساعد إذن شنو تبقى ذيار ذيار معناها يوجد ذيار إز only mom at home now بس أمي موجودة بالبيت الآن where are the children؟ أين الأولاد؟ دي يسأل فراح يقول at school now في المدرسة الآن باوة هو children أولاد خوش؟ معنا شنو ضمير الأولاد؟ ذي خوش؟ فآن أريد ون ضمير الأولاد؟ إذي هياته؟ ذي آر يعني هم؟ ذي آر at school now هم بالمدرسة الآن في المدرسة فنستخدم ذي آر خاف يجيبو لك ذي آآ هاي ذي آر آندي ألفظ لكم ياها منفصلة عموا تفتهموني بس هو متصلة ذي آر ووحدها ذي آر ذي آر يجيبو لك مثال له هاي ذي آر فأكيد هاي ذي آر هاي ذي آر ذي آر خوش؟ زين نانا بفراغ dad is at work dad أبوهم is at work أبوهم بالشغل هسا إجاني هنا ضمير التملوك أبوهم فش نستخدمو يا أبوهم؟ ضمير التملوك هو their their dad بس هو أكثر شي بالوزارة يجيبون هاي النقطة وهاي النقطة خلي نشوف my for our is an engineer لأن واضح يجيبوها engineer مهندس هو مهندس ويجيبوك بين قوسين father لو father فهو منو المهندس أبوك فتكتب father ويجيبو مثل نبتون هذا كوكب is فداما ويه الكواكب؟ معناها نستخدم أبعد شلنا علاقة بالأب؟ كلمة أبعد فأبعد farther هاي نستخدمها ويه الكواكب؟ هذا نبتون is farther away أبعد from us من عندنا ذان مارس من المريخ زين نبتون أبعد من المريخ نجي ثلاثة my bairns my bairns يعني والدي اثنين have عندهم فراغ son and a daughter هنان هاي بنت خوش جيبو لك بين قوسين son لو son son الابن لو son الشمس انت داشوف parents والديك وداشوف دوتر بنية هاي جي أشمت اللفظ بنية فأكيد الولد تختار الولد son هنان باو ميار كوري هاذا شسم الكوكب is the closest أقرب بلانت أقرب كوكب to the sun هاذا الكوكب الميركوري هو أقرب انت منشف موضوع كواكب اذا شمس تختار هو ما راح تختار ابن لا تختار شمس أربعة فراغ not feeling very well هام not feeling very well يعني انت لم تشعر بحالة جيدة very well يعني حالة جيدة feeling تشعر فأنا داشتش وياه اقول لها you were هي اصلها you are you're not feeling very well because because لأنه your temperature حرارة temperature حرارة is going up صاعدة حرارتك صاعدة فأنا من أقول حرارتك temperature أقول you were تملك ضمير تملك ومن أحكويا أقول لها you are you were عرفنا هسويا الحرارة أخنا التملك ومن أحكويا أقول you are يعني you were not feeling very well خمسة دي حجون عن مدرسة فراغ a good school هي مدرسة زينة آني المدرسة وأريد أقول عليها هي مدرسة زينة جيدة هي جماد ومفرد فأكيد it والإتش ياخذ ياخذ is يعني هسي هاي it's بس مختصر مع لل it is a good school زين هسي هنا رح نستخدم ضمير التملك it's pupils pupils يعني طلاب طلابها ألمنوا على المدرسة هذا ضمير تملك طلابها work very hard يعملون بشكل جدي أو بنشاط work very hard تمام طلاب هذا التمرين بتنبهكم علي طلاب الدور الثاني والخارجي إن شاء الله سهل عليكم وراجئوا أكثر من مرة وإن شاء الله تفتهموه طلاب السادس أدري أصعب شي عندك لإسقاطات ينطق كلمات وما تعرف تحطها بالفراغات تعال يمي أنا سهل الموضوع عليك باوع can feel feel يعني يشعر عندك هناك cold برد أنت من الصخن شي يصير بيك مرة حارة مرة برده فتكتب لي hot hot or cold تمام نيجي على هاي الثانية you can have have يعني عندك فأنت مريض عندك أهدك يعني عندك صداع we have أهدك أوكي عندي هناك sore throat we sore دائما throat لازم معناها التهاب حنجرة هنانا نيجي عندك راني 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 يعني سيلان سيلان الأنف وأنت مريض يعني خشمك بسيلان nose nose ويا الراني نيجي هنا go to تذهب إلى أنت مريض ونتروح للبد ويلقو بد سرير أنت مريض لازم شون تشرب مي drink lots off تشرب الكثير من water طرف تشرب الكثير من شكرا